السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي سؤال يا شيخ وعايزاك ترد علي انا متجوز من سنتين مشكلتي زوجي عينه زيغة يبقى انا متجوزة من سنتين مشكلتي زوجي عينه زيغة وبيحب الستات وبيتصل بيهم وبيتوصل معاهم من وسائل الانترنت وانا تعبت ومش عارفة اعمل ايه مع اني مش منقصة حاجة اعمله احسن معاملة وبتق الله فيه بس الموضوع ده تعبني جدا ومش قادرة اتحمل نفسيتي تعبانة من الموضوع ده اعمل ايه اول حاجة المصارحة المصارحة وتاني حاجة الوقفة لازم توقفي معاها وقفة جدة انا ما بحبش على فكرة طب بتوقفي معاها وقفة جدة ليه ايه نيتك ايه اللي حاصل وتعاونه على البر والتقوى انه هو يتوب ما اللي هو بيعمله ده لو انه هو بيعمله ده ويتكلم مع ستات لا تحل له ويتكلم كلام خارج ويتكلم ده كل ده لا يحل له فهو حرام فتكون يعاونة له وتتعاوني معاه على البر والتقوى بانه هو يتوب بانه هو ايه يتوب فتلح على ده ده من المواطن ده من المواطن على فكرة اللي انا لا ارى انها مواطن من مواطن التغاضي في البيت هذا ليس موطن تغاضي في البيت ونزلك الستات لما تيجي تقول لي بعضها تقول له ايه هنعمل ايه ما يا سبيبا لا لا انا ما قلتش ان انت روح تطلقي يعني بتقول له سبيبا خلاص ما هو في الاخر بيرجعلك لا بيرجعلي ايه ده الشخص اللي بيبقى كده بتتهدم منظومة الاخلاق بتاعته بتعلم الكذب ويتعلم الاحتيال ويتعلم كشف العورات ويتعلم التلصص ويتعلم الغدر ويستمر يستمر الفجور فلا لا انا ما شايف ان انت ان ده من مواطن التجاوز ده من مواطن ان انت تأمر زوجك بالمعروف ودايما اقول لما تيجي تأمر بالمعروف امر بالمعروف بالمعروف فلازم تأمري تقول له ايه تعال مع بعض وحتى لو انت محتاج يبقى اول حاجة قلنا المصارح تاني حاجة الوقفة تالت حاجة اعلان المساعدة في مسألة لو كان هو مضمن للزة ومحتاج لاتدخل طبي انا وقفة معك واساعدك ليه لن اكون عاونة للشيطان عليك ولكن ساكون عاونة لك على شيطانك وعاونة لك على نفسك الامارة بالسوء لكن انا مش مش لا افهم لا افهم لا شرعا ولا اخلاقا اني واحدة تقول لي واحدة خلاص صفة صفة من الصفات وهي صفة وحشة لا لا خالص لا هو لازم يتوقف لان دي من محاسن الاخلاق من محاسن الاخلاق ان هو يتوب عن هذا الفعل السيء ومن محاسن الاخلاق اللي انا عينه على هذا على هذه التوبة فرأيي ان احنا نعمل كده اول حاجة نصرحه تاني حاجة ببساطة خالص لازم بشكل ملح لازم نعمل ايه نقف نقف في رجالة كتيرة بيبقوا محتاجين اللحظة ان حد يقف لهم ويمنعهم من ده في رجالة كتيرة ادمنوا الكلام ومسألة العلاقات الالكترونية دي ومحتاج حد يقول له لا ومش هسمح فنعملها ابنية ايه بقى ان اكون عونا له على نفسه وعونا له وبابا من ابواب التسكية وقول له كده ان انا سأعينيك على ان انت تسكي نفسك وما جيش اقول له على سبيل ان انا بقى ايه بطلب منه حاجة يعني لنفسي لأ ده النفسه اولا ولازم يعرف لو هو سمعني او انت سمعي ده ان انت بتخسر نفسك لقولي تعالى ونفسي وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاه وقد خاب فاللي احنا فيه ده اسمها خيبة دي خيبة خيبة ان انا ادمر منظومة الاخلاقية وادمر علاقتي بمراتي وادمر كمان صورة الشخص مصدر القيم لأولادي فاعمل ده كله عشان ايه عشان لحظات ده عبس عبس ولابد ان انت تقلع عنه فانا شايف ان انت تلات اجراءات دولة تلات اجراءات مهمين جدا اول حاجة زي ما قلنا المصارحة التاني حاجة الوقفة التالت حاجة الدعم والمسندة عشان يخرج من اللي هو فيه ده لكن انا لا اساعدك على ان انت تتجاوزي ده ان انت تتجاوزي ده يعني ايه ان انت تتغاضي عن ده او تفوتي ده لا دي من المواطن التي لا تفوت اذا كان طبعا الكلام كله على انك انت متأكدة من اعلاقاته ومتأكدة ان هو لان الستة لما تستخدم كلمة عيني زرغة مش انه بيبص على الستات لايمن عيني زرغة تبقى هي تعدت المسألة الى ان هو ليه علاقات مع الستات الستات لما تستخدم التعبير ده بتبقى اصدها كده